هيدا البودكاست إنتاج حكاواتي مرحبا مرحبا لجميع المستمعين بحلقة جديدة من حكي صريح مع دكتور ساندرين عبر حكاواتي واليوم رح نعطي بعض النصايح كرميل نزيد اللزة إثناء ممارسية الجنس الآمن يعني الممارسة مع واقع زكري كثير من الرجال والنساء بيدعوا أنه ما بينبستوا أم ما بيستمتعوا إثناء ممارسية الجنس مع واقع زكري أم حتى مع حواجز مطاطية إثناء ممارسية الجنس الفموي إنما في كتير طرق كرميل ممارسية الجنس الآمن تكون ممتعة وبعض الأوقات فيها تكون ممتعة أكتر من الممارسة بدون واقع أم بدون حاجز أول حاجة بيستعملوها الرجال والنساء هو أنه استعمال الواقع زكري بيعطي إحساس غريب مثل إحساس إحتكاك منه حلو مثل الإحتكاك من بشرة لبشرة النصيحة كرميل تخففه من الإحتكاك أم بتجيبه وتستعملوا واقع زكري عنده إكسرا لوب يعني في موجود عليه مظلق زائد أم بتستعملوا مظلق إثناء الممارسة الطريقة هي كتير سهلة بتحطوا نقطة لثلاث نقطة من المظلق على رأس القندوم أم الواقع الزكري يعني على رأس القضيب وإثناء الإدخال لوحده المظلق رح يتمدد على كل القضيب ورح يتمدد بالمحبل أم بالشرج ورح يكون فيه لزة حتى مع وجود الواقع الزكري وإذا بتحسوا أنه المظلق المائي بنشف أم ما بتحبوا الملمس تبعوله فيكن تستعملوا المظلق المصنوع من السيليكون المظلقات المصنوعة من السيليكون ما بتنشف بسرعة وبتزحيت مثل الزيت فبتعطي لزة فائقة إثناء الإدخال إنما جانبوا كل المظلقات المصنعة من الزيت أم من الفازلين لأنه بتخزو الواقع الزكري وللي المظلق منه حل له فيه يستعمل أنواع مختلفة من الواقع الزكري يعني في الواقع الزكري المضلة في اللي بيجي الراس منفوخ في اللي بيجي الراس دائر في اللي بيكون عنده النقطة صغيرة بس يصير في حف عليهم بيعطوا إحساس زيد في الواقع الزكري اللي بيحمى إثناء الإدخال في الواقع الزكري اللي بيحروق شوي إثناء الإدخال في الواقع الزكري اللي بيضوي بالليل وفي الواقع الزكري اللي بيجي مع نكهات كرميل الجنس الفموي وفي الواقع الزكري اللي رفيع كتير ما بيخزوا أكتر من غيره واللي بيعطي إحساس كتير قوي وفي حتى واقل زكري بيجي معه هالزيز بس ينلبس بيكون عنده رجة إثناء الإدخال وللي عنده قصف مبكر الواقل زكري كتير رح يساعده لأنه في يجيب ساعتها الواقل زكري اللي بيكون ادخين أم اللي بيكون عنده مواد مؤخرة يعني مواد بتبنيج وهيك فيهم ينبسطوا يعملوا وضعيات عادة ما فيهم يعملوها لأنه عادة متعت كتير إيصارة للرجل مثل الوضعية الدوغي بيقولوها بالإنجليزي يعني الوضعية وين بيكون الرجل من ورا إثناء الإدخال وللي بيعطوا هالحجة أنه لا أنا بس إجيت أحط الواقل زكري بخسر الانتصاب ولأنه منوقف منص الممارسة هادة شي مش حلو بيصير كأنه شي إصطناعي ما بننضسد بهالطريقة أول شغلة بدي أقول لكم إيها الواقل زكري بنلبس عند الانتصاب مش بنص الدق يعني مش من بعد المدعبات الأولية تاني شغلة كتير هاينا بتحضرو الواقل زكري قبل ما تبلشو الممارسة بيكون موجود دايماً حتكون على التخط أم بالجزدين الواقل زكري تتقدرو دغري تجيبوه وفيكن في موجود كمان بالجرور الواقل زكري مزلق هززز لي بدكن تستعملوه إثناء الممارسة الجنسية وللي بينزاج إنه يلبس الواقل زكري كتير سهلة فيكون لبس الواقل زكري شقفة من المدعبات الأولية بمعنى إنه الشريك أم الشريكة هي بتجي بتحفز شريكة بتبلش بمدعبات على الخصيتين وبعدين تجي بتفتح الواقل زكري إذا هي بتعرف تستعمل تمها بسهولة فيها تلبس الواقل زكري بتمها إذا ما بتعرف تعمل هالقصص برك تكون صعبة فيها تجي تمطط الرجل تبرمله دهرة ففيه يكون عنده فيو يعني فيه شوف الأعضاء التنسلية عنده فتحة الشرج والمهبة اللي هو منظر عادة يزيد الإسارة عند الرجل وتكمل تحفزه وتهي تلبسه الواقل زكري وفيه هو بنفس الوقت يكون عم بيمارس الجنس الفموي عليها على الأعضاء التنسلية بطريقة أنه الواحد يكون عم بيلبس الواقل زكري كأنه لعبة وبكأنه طريقة تزيد الإسارة آخر نصيحة إذا عند جاد هالواقل زكري عم بيضيقكن فيكن تستبدلوا الوضعيات وتنقوا الوضعيات بتزيد الإحساس لأنه بتشد المهبل وبتخلي يكون المهبل أقصر فبيصير كأنه العضو الزكري أكبر وعم بيعبي أكتر المهبل المرأة فيها تكون مسطحة على دهرة وتكون سكرة إجريا يعني هي الوضعية التبشرية بس مسكرة إجريا بهالطريقة بيكون المهبل أدية والإحساس أكتر فيها تكون كمان على دهرة وحتى إجريا على اكتفات الشريك بهالطريقة كمان المهبل بيكون أدية واللي عندون كتير ليوني فيون يتعجوا إجريا يعني هي مسطحة على دهرة تعجى إجريا مراجعتهم شوي لورا بطريقة أنه يكونوا الكحلين على راسة هالوضعية من سمية وضعية الصفض يعني بيصير شكلها مثل الصفضة وبهالطريقة بيكون عم بتشد المهبل أكتر فيبين المهبل أدية هي عندها إحساس أكتر وهو بيكون عنده إحساس أكتر فبتكونوا تنيني تكون ربحانين ورح أترككم طبقوا كل هالنصايح وتنبستو وتستمتعو يالا باي باي